أهلاً وسهلاً بكم قناة خلف أسهم على اليوتيوب قناة تهتم بالتحليل الفني للسوق الأمريكي والسوق الكويتي أحب أن أذكر أن كل ما يطرح في قناتي هو محتوى للإطلاع العام وليس بضرورة دعوة البيع من الشراء أنا لست وسيط أسهم عليك استشارة المرخصين في هذا المجال كما أدعوك لاستفادة من المحتوى المفصل وقبل التحركات الفنية للأسهم بيوم أو يومين عبر الانضمام للقناة طريقة الانضمام في التعليقات السهم هذا الأسبوع هو سهم بنك بوبيان طيب أبدأ بسم الله وأستعرض السهم أمامكم طبعاً السهم يحق لي ويشرف لي الفخر بالتحذير من السهم تقريباً عام 2022 عندما كان بالـ 800 فلس بالـ 800 فلس أرسلت فيديو لخطورة السهم وموجود الفيديو بالتاريخ في اليوتيوب أن السهم يعاني من ضعف عام ومرشح للهبوط وفعلاً هبط لـ 560 فلس ولا زال منذ ذلك الحين يترنح ويعاني ولا يريد الصعود إلى الآن لكن سهم بنك بوبيان يعني سهم قوي ونشاط الشركة يعني بنك من أقوى النشاطات في الخليج خصوصاً بحكم وفرة السيولة لدى البنوك الخليجية طيب السهم يعني لم يفعل كثير من فترة سابقة يعني لا زال محافظ على 600 فلس وهذا شيء جيد يعني لكن لا يجب أن يهبط أقل من 600 فلس لدينا أيضاً منحة أسهم أو التفسيخ الأسهم كما يتم تداوله في الأوساط الكويتية وأيضاً توزيع أرباح في موندي 22 أبريل 2024 كما هو ظاهر أمامي يعني التواريخ يجب دائماً العودة لموقع البورصة الرسمي للتأكد من هذه التواريخ الحساسة فالسهم يعني محافظ على 600 فلس وهذا شيء جيد لديه مقاومات عند 650 فلس 48 تقريباً لا يستطيع السهم تجاوز هذا المستوى من فترة طويلة لكن الشيء جيد أنه لا زال محافظ على 600 لديه أيضاً عند 580 دعم وهو تقريباً محصور في هذه المنطقة منذ حوالي حوالي السنة يعني محصور بين 650 وال580 تقريباً مستوى 10% أو يزيد قليلاً وهذا يبين لنا عدم اتضاح التوجه العام للسهم قد إن شاء الله تعافى بعد موضوع المنحة وتوزيع الأسهم أو التفسيخ لكن لا يزال السهم يعاني من موجات البيو أحاول كثيراً الارتداد من الستمية أحاول هنا ارتد من الستمية وعاد مرة أخرى للستمية أحاول الآن يعود للستمية وأقل من الستمية في نوفمبر 2023 الآن بدأ يلتقط أنفاسه مع صعود السوق الكويتي لكن لا زال لديها الكثير ليعمله حتى يتعافى من الهوط توجه السهم الآن تقريباً مسار أفقي أقرب ما أستطيع ملاحظة في السهم لا يوجد هناك القوة من السهم من الحركة في السهم كل ما حاول الصعود يتم تأتي قوة بيعية كثيرة هنا صعد أتت قوة بيعية مرة أخرى ومرة أخرى الباعة مصرون على إنزال السهم فالسهم قد يأتينا بشيء جديد بعد المنحة وتوزيع الأرباح وإلى ذلك الحين تأكدوا من الانضمام والاشتراك في القناة لحصول على محتوى مجاني بين الفينة والأخرى ومحتوى مفصل ومميز وتستطيع أن تتعلم منها الكثير وتجني منها الكثير عبر الانضمام بالقناة شكرا لكم ونراكم في فيديو آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة